السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كراءتنا جديدة وحصلية على قناتنا لموليد برج الجدي بتاريخ 3 ابريل ده تاريخ الفيديو بتاعك التاريخ علشان مصدقية قناتك اما كراءتك عامة ومفتوحة وتنطبك على الجنسي لعله يكون عندك خير وعندك طاقة ايجابية وفرق بإذن الله ركز معي في توقعتك الفترة دي وفي الطاقة بتاعتك واللي هينطبك عليك بإذن الله يكون هو الجزء الخير والجزء التفاقل ليك الفترة دي انت من اكتر الفترات اللي عندك طاقة انتظار وعشان طاقة الانتظار ده قررنا نشوف ايه الاخبار اللي عندك ونشوف ايه الطاقة الايجابية بإذن الله اللي هتكون مفتوحة على حياتك وان شاء الله بإذن الله ربنا يدعمك ويتكبر طاقتك ويديك من حيث ولاها تحت بس ركز معي كويس جدا في الطاقة بتاعتك واللي ينطبك عليك تنزل طوله لي في الفيديو في التعليقات على طول من غير اي كلام تاني ودعم الفيديو باللايك وبالتعليق الحل ونشوف مع بعض اخبارنا ونركن الطاقة السلبية على جنب بسم الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طاق طاق موجودة بسم الله طيب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اول حاجة انت اللوم بتاعك او طاقتك هنا بتدل على نقاء قلبك قلبك مازال مفتوح في جرح جواك الجرح ده واخد حجمي كبير جدا او انت الموضوع كبير جدا عندك الحظ بيلعب معاك لعبة وحشة جدا اليومين دول بسبب تقلب الامور وبسبب العراقيل اللي عندك بس انت بالك مشغول بموضوع عندك كتلة من الجبل وكتلة من الجمل دي الجبل دي عملالك مشكلة كبيرة جدا وبتعاني منها كمان انت عندك وخدان حق من برج الجوزاء برج الجوزاء انت حاسس ان هو قصر بخطرك او بمعنى اصح دمرك في حاجات كتيرة جدا فيه شوية اشخاص انت دخلتهم مع حياتك قصروا نفسك كمان البعض منكم علاقاته ما كانش بتكمل خالص في الحياة العاطفية او انتو لحد الان ما زال لسه ملقتوش نفسكم في الحاجة اللي انتو محتاجنها فالفترة دي هي فترة فترتكم انتو انتو شغالين على اعصابكم جدا شغالين على نفسكم بتبزلوا اقصى مجهود على الفاضي من اجل اخرين والاخرين اللي موجودين في حياتكم مش مقدرين وجدكم بتمروا فترة صعبة فترة شوية بتغض دراسة عمل شغل مجهود عظيم بتعملوه بس انتو عندكم طاقة تانية خالص دايما اقول لكم ان انتو مش مجبرين تيجى على نفسكم من اجل ان انتو تسعدوا الاخرين انتو عايشين في فترة هدوء خاصة الفترة دي مش نقصين واللي فيكم بكفيكم بس عندكم ناس بتضغط عليكم عندكم عين قوية والعين القوية دي واخد جزء كبير جدا من حياتكم وعمل لكم ضغوط نفسية الحسد انتو متصابين بيه متصابين بيه اصلا فمش محتاجين ان انتو تعملوا اي حاجة والحسد واخد جزء كبير جدا في حياتكم بس الفترة اللي جاية فيه خبر حلو هيفرحكم باذن الله وهيكون طاقة ايجابية ومختلفة كمان انتو هنا عندكم حدوث اشياء جديدة رغم ان الفترة دي انت بتمر في فترة صعبة واسية فيه شوية خزلان على شوية مشاكل سلبية بس عندك راحة نفسية الفترة اللي جاية كمان انتو دايما بتدوروا على الاحتواء وعلى الحب والحنان بتدوروا على الطاقة الايجابية بس في حد بيستغلكم وعمال يستخفل فيكم وانتو معطيبة قلبكم مش مديين خوانا فيه انفراجات بخصوص الموضوع اللي شاغل بالكم فيه حاجة انتو معتمدين عليها الفترة دي هتجلكم وكمان ربنا هيعوضكم عن كل المعاناة اللي انتو شفتوها في حيالكم الفترة اللي جاية كمان انتو عندكم خروج طرف تاني من حياتكم او افعة الافعة دي سامة وعمالة تأذي فيكم من وراء ظهركم وانتو برضو مديين الامان واكتر مشاكلكم الفترة دي بسبب الضغوط ممكن كمان مشاكلكم في العلاقة العاطفية العلاقة العاطفية فيه شوية شد بينكم وبين الشريك عندكم علاقة مع ابراج نارية فيه شوية ضغط نفسي او شوية حيرة وكمان انتو الفترة دي بقدر المستطاع بتحاولوا تقفلوا مواضيع كتيرة جدا من كتر الصداع اللي انتو فيه والارهاق التعب باين على وشوكم جدا الفترة دي وملامحكم تعبانة رغم ان هي فترة صعبة بس انتو برضو بتعدوا عندكم فرصة حدها هيقدمها لكم الفرصة دي مش هتتعوض تاني فبلاش تاخدوا فيها القرار خطئ ولازم تفكروا كويس جدا وتدرسوا كل حاجة قبل ما تطلعوا اي كلمة من بقكم انتو الفترة دي بتحاولوا تستحلب للهدوء اكتر علشان انتو عصبيتكم وحشة جدا وكمان وقت المشكلة ممكن تقولوا كلام يزعل الطرف التاني منكم او يزعل حد منكم فعشان كده لازم تهدوا عصابكم الفترة دي وتحاولوا تخرجوا من الازمة اللي انتو فيها او من الدي اللي انتو مدخلتوا نفسكم فيه عندكم صراع مع واحدة ستة او في حد فيه صراع بينكم وفيه امور بتحاول ان انتو تتخلصوا منها بقدر المستطاع بس اقدر اقول لكم ان انتو عندكم سلطة او عندكم لقاء مع حد في الدولة حد ليه سلطة عالية وهتتكلموا مع بعض كمان انتو عندكم طبطب على قلبكم في حياتكم العاطفية وفيه في نفس الوقت انتو داخلين محكمة او مستنيين مكالمة مستنيين عدالة من حد الفترة دي بقدر المستطاع مستنيين عدالة بكل الطرق فيه عدالة عندكم هتتقال وهتكونوا ملتزمين ان انتو تفعلوا اشياء جديدة بسم الله ما شاء الله عليكم انتو هنا فيه كمان سفر هيجيلكم الفترة دي السفر ده هيكون حلو لكم هتكون فرصة وهتكونوا مبسطين جدا عشان هتقدوا وقتوا ممتع وهيبقى فيه رسالة قوية جاية لكم كمان انت هنا عندك حد بيحبك حد بيتطبطب عليك عندك حد فعلا هيقف معاك الفترة اللي جاية وهيخليك ترمي همومك على ربنا وتبص للحياة بشكل مختلف انت قررت ان انت تدخل الفترة اللي جاية وانت شخص تاني مختلف بس عايزك تاخد حذرة كويس جدا من شخص بيرقبك عايز يوقعك عايز سقوطك بأي طريقة الشخص ده قريب منك وفي بينك وما بينه صلاة وبيرقبك كمان انت الفترة دي بتشتكي من مفاصلك ونغزة في قلبك من غير اي سبب نغزة في المعدة كده يعني شوية مشاكل في جسمك الصحة عندك كويسة ما تقلقش خالص لو انت عملت فحصات او عملت اي حاجة فالصحة عندك بازن الله هيكون كويسة جدا بس انت مشكلتك ان انت ااخد كل حاجة على اعصابك ما بتحاولش تهدي نفسك خالص اي حاجة تعدي من حواليك واخدها على اعصابك وبتضغط على النفسك وده اصلا في حد زيته غلط عندك رزق هنا الرزق ده انت عندك امورك المادية بتتغير اول باول ما فيش حاجة يعني ايه ما فيش حاجة بتاخد وقت كبير امورك دايما بتتغير اول باول وعشان كده عندك شجرة فيها شوية فروع ميلة بتحول تزبطها بس انت محتاج شوية صبر انت مازال لحد الان في الدنيا عمال تعافر وتجاهد وتيجي على نفسك اقدر ابشرك ان فيه علاقة دي ده حلوة مع شخص هتدخلها وهيبقى فيها تطورات وهيبقى فيها طاقة ايجابية بس عايزة تخلي بالك انه في حد بيستغلك وفي عملك في شغلك في تفكيرك في اي حاجة عندك كمان انت عندك تواصل لشخص عارف حاجات كتيرة عنك هيبقى فيه تواصل عندك وهيبقى فيه لقاحل اكتر اغلبكم اطعم مع ناس كتيرة جدا الفترة دي بقدر المستطاع الناس دي حس ان هم مستغليين او حس ان هم طاقة سلبية فقرر ان هو يقطع معاهم وقرر ان هو يبعد وقرر ان هو ما ينضمش للحزب بتاعهم علشان مش تلاقي غير المشاكل وكمان انت انا مش عايزاكم الفترة دي تفضلوا تركموا على نفسكم حاجات كتيرة جدا بلاش التركمات التركمات دي بتسبب لكم اعماق سلبية بتسبب لكم حاجات طغط نفسي فارموا ورا ضهركم وبصر الحياة بشكل مختلف انت لسه تقيدكم موجودة بلاش بس انتو الزعل النفس اللي انتو حطينه ببالكم ليه علشان الزعل النفس ده مسبب لكم انتو ارهاق مسبب لكم انتو حيرة في حاجات كتيرة جدا مدايقاكم كمان انتو الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون فيه طاقة تانية خالص جديدة الطاقة دي حد هيوزحها عليكم مقرب لقلبكم هيسعدكم جدا بوجوده او عندكم حد هيجي من سفر الفترة اللي جاية دي وهتكونوا مبسطين بس انتو انتو ما عندكمش سحر الفترة دي خالص ولا هندكم اي حاجة بس انتو محسودين والحسد ده جاي لكم من كل الناس اللي حواليكم فياريت تهدوا وتهدوا عصابكم خالص وتجددوا اي حاجة في حياتكم وبلاش دايما تتعاملوا بنية صفية مع الاخرين انتو متعرفوش الاخرين بيرتبوا لكم ايه الاخرين ممكن يكون جواهم حجد وغل اتجاهكم بس انتو من حبكم للناس اللي حواليكم مأمنين لهم قوي فياريت بلاشل ان انتو تأملوا زيادة عن اللي زور وتحاولوا بقدر المستطاع تفكروا بشكل ايجابي وتفتحوا الصفحة الجديدة اللي عندكم عندكم بداية جديدة في موضوع في حاجة هتكون واضحة وهتحطوا نقط على حروف وهتطلعوا من التركمات اللي انتو فيها كمان انتو الفترة دي في التفكير بماديات زايد شوية او مصارفكم بمعنى صح زي ده ممكن يكون انتو عندكم خطوب عندكم زواج عندكم ارتباط عندكم علاقة جدية الله اعلم بس فيه تجديد امور وعشان كده ضغطين على نفسكم في العمل ضغطين على نفسكم في شغل ضغطين على نفسكم في حاجات تخص الماديات بقدر المستطاع ضغطين علشان عايزين تكملوا الحاجة اللي انتو نصاكم او بمعنى صح تكملوا الحاجة اللي انتو بتشتغلوا عليها الفترة دي انتو عندكم استكمال وفرحة باذن الله بس دايما نقول خلوا اعصابكم هدية بقدر المستطاع وما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين وبلاش الحساسية ازاي ده وبلاش ان انتو تفضلوا كل كلمة كده وقفين عليها اي نعم انتو عصبيين وضغطين على نفسكم في حاجات كتيرة بس ربنا كاتب لكم فرحة باذن الله طال انتظرها وفي مبلغ زي ما قلت لكم من المال جاي لكم الفترة اللي جاية هيفرحكم قوي وهتحسوا قديه ان ربنا عطفي عليكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب بس كمان الفترة دي ممكن يظهر عندكم بعض العرقين اللي هتكون وقفة بينك وما بين حاجة معينة بس ما تيلقش هيكون في طاقة ايجابية وعندك عودة حد غايب عنك الفترة دي هيبقى من وراه برضو تبشرات حلوة واخبار حلوة في بعض المناقشات بعض الامور عندك بتتفتح مع حد او بعض الكلام عندك بيتفتح او في مواجهة عندك هتتفتح الفترة اللي جاية دي وهتاخد فيها قرار حاسم او مواضيع جديدة حاجة جديدة طاقة تانية الله اعلم بس انت هتجدد من حاجات موجودة في حياتك والحاجات اللي انت هتجدد منها دي هتاخد فيها قرار سريع ومن ورا القرار السريع ده هيبقى قلبك مفتوح وهيبقى فيه طاقة ايجابية باذن الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد رزق رزق حلو جدا من ورا الاسماك اللي انت عملت احلام بيها او من ورا الطاقة الايجابية اللي عندك البعض منكم تعبنين الفترة دي في صحية تعبين عندكم في حاجات وما فيش كلمة شكرا او كافيش شكرانية عندك بتاخدها من اي حد هي بس انت مبتاخدش هدو الضغط كمان عايزاكم الفترة دي تحذروا من حد متكلب المزاج عليكم انتو طيبين جدا ومظلومين العيون عليكم مأثرة عليكم في عيون دقيقة عليكم في ادبك التفاصيل عايزاكم تحذروا من خيانة حد بيخونك وانت طيب جدا الشخص ده او الشخصية دي عايزة تطعمكم باي طريقة مش حبل لكم الخير خالص فعايزاكم تخلوا بالكم عندكم حد من برد الحود في شوية عرقيل بينكم او خلوا بالكم ممكن يكون في خيانة فديك تحذروا كويس جدا من الطاقة السلبية عندكم خروج من المكانة اللي انتو فيها انتو زعلانين ومخنوقين من حاجة موجودة في حياتكم بتمروا بظروف اسيا رغم ان انتو بتحبوا الخير لكل الناس وبتحبوا تساعدوا كل الناس بس عندكم حيرة عندكم حد دخل حياتكم دمرها وبوزها خالص وبتقولوا حزبنا الله ونعم الوكير والطرف التالت اللي بيتدخل في حياتك ده بإذن الله هيخرج الفترة اللي جاية بس انت خايف من المستقبل بطريقة رهيبة جدا خايف من حاجات المواضيع اللي مديقان انتو شككين جدا او غيرين بتغيروا جدا على الشريك بطريقة كبيرة فياريت تخلوا بالكم الشريك ممكن ما يستحملش الغيرة دي ويفتكرها شك وعشان كده دايما في مشاكل بينكم ودايما انتو المهمومين وعلاقاتكم ما بتكملش ممكن الطرف التاني ما يكونش شايف ان تحب يكون شايفوا ان دي شك وطول ما دخل الشاك بين الطرفين فبتحصل مشاكل على طول ودايما ما فيش اي علاقة بتكمل في حد عندك عايز يقلب عليك الترابيزة بس انت اللي هتقلبها عليه علشان انت اللي هتكون متقلق ووسف من كل خطواتك كمان هنا عندك استمرار في حاجة نجحة جدا بس عندكم اتنين اعداء اتنين دول غيرانين منكم وقاعدين اكلين شاربين معاكم يعني بينكم وينجوا علاقة قوية بس هم غيرانين منكم ومش حبل لكم النجاح اللي انتو فيه وفيه شخص اكل معك عيش وملح بيخونك الشخص ده بينكم وبينه صلة او بمعنى صح بينكم وبينه ارتباط بينكم وبينه طاقة تانية علاقة من دم واللحم فاخد بالك من النقطة دي كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم انت هتكون منصور على العدو العدو ده كبير في حياتك او كبير في السن انتو دايما اصحاب قوة خارقة انتو حسين ان الدنيا كلها داية عليكم الدنيا كلها فوق دماغكم بالعكس انتو عندكم طاقة جبية وعندكم اتصال قريب جدا الاتصال ده هيفرحكم قوي مين الست اللي بتحبك ومش شايفة غيركم الست دي عايزة تعمل بقدر المستطاع ان هي تساعدكم وتقف معاكم بس هي ممكن يكون كلامها كتير كلامها كتير عن اي حاجة في حياتها عندكم توضيح في شوية امور عندكم انتو هنا حد عندكم حرف السين وحرف النون وحرف الحا وحرف الالف وحرف الميم دول موجودين في حياتكم عندكم حد معاه عربية الحد اللي معاه عربية دي عنده حد بيخونه ياريت تخلوا بالكم منه عنده حد بيخونه او حد عنده علاقة تانية مع ايش مع الحد اللي هو معاه عربية ده عندكم كمان حد لسه عامل حدثة او عامل حادث في حياتكم ربنا قوموا والسلامة ونجاة وهيبقى فيه قعدة صلحة عندكم مع حد الوضع عندك مش مستقر في حياتك عندك ديون او عندك خسر ممكن تكون انتو تخدف اكتر من مشروع وما فيش اي مشروع نجح فمازال ان انتو بتعافلوا الفترة دي بس فيه تضحيات عندك في حد هيضحي من اجلك وهيقف معك وهيبقى فيه نسب حلو او فيه لقاء حل فيه لوسكم من البخارة اول باول فيه لوسكم ما بتقعدش معاكم باي طريقة كمان يعني فيه حاجة انتو هتفعلوها الفترة دي ممكن كمان تسمعوا خبر حلو الخبر الحلو ده بخصوص حمل بخصوص اولاد بخصوص حاجات جديدة فيه حد عندكم اه انتو يعني فيه حد هيساعدكم او انتو هتستعدوا فيه هيبقى فيه استعداد للسفر انتو هتسفروا هيبقى فيه رحلة حلوة عندكم انتو يعني عفرتوا كتير في حياتكم عفرتوا كتير في امور كتيرة بس عندكم طاقة ايجابية الفترة دي والحاجة اللي هتفعلوها دي هتطلعكم من السراع اللي انتو فيه والخنقة والديقة وهتطلعكم من اي مشكلة انتو فيها انتو بس مش قادرين تناوموا الفترة دي قلة النوم عندكم او قلة الضغوط يعني قلة الراحة عندكم مسبب لكم ضغوط انتو اتطعمتوا اكتب من مرة وتخزلتوا اكتب من مرة من ناس كانت قريبة منكم دخلتوا في علاقات ومفيش علاقة كملة وده بسبب الحجد والغلل اتجاهكم طيب انتو عندكم خير والخير ده هيجي لكم بسبب مساعدة حد فيه حد هيساعدكم وفيه راحة بال عندكم انتو عما ينتدوروا عليها كمان الطريق ده هيتفتح قدامكم وهتاخدوا حقكم ويبقى فيه فلوس جاية لكم حلوة كمان انتو هنا ما شاء الله عليكم فيه حق هتاخدوه من حد والحق ده انتو هتكونوا برضو مبسطين بيه وهتكون عندكم طاقة ايجابية وفرج طيب انتو هنا ناقسكم حاجة معينة بتدوروا عليها والحاجة اللي بتدوروا عليها دي هتاخدوا حقكم برضو من وراها انتو عملتوا زنب والزنب ده قررتوا ان انتو تتوبوا عنه او تبعدوا عنه بس فيه امر ملغبط معاكم او امر مضايقكم مخليكم ساكتين مخليكم حيرانين مخليكم مش خلاص انتو خايفين خايفين من المستقبل بطريقة كبيرة مش مرتحين او مش مرتحين مع حد رغم ان انتو مش مرتحين مع حد ومخدورين بس عندكم فلوس حلوة هتمسكوها الفترة اللي جاية دي او وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة انتو بتجددوا من حاجات كتيرة جدا في حياتكم او فيه حد هيقفوا معاكم وهيظهر او فجأة كده او والحد ده هيبقى فيه طاقة ايجابية كمان انتو حاسين بقلق وتوتر وخوف شديد والحسد ده كان سبب رئيسي في اللي بيحصل لك ده هيبقى فيه اجتمال مواضيع او اجتمال خير عندك كمان بسم الله مشاء الله عليكم انتو هنا في طاقة تانية خالص والطاقة الحلوة دي هتكون يعني هتكون نقطة على الحروف انتو هتحطوها اه انتو مستنيين بصوا طاقة الانتظار مزالت مفتوحة عندكم طيب مين الشخص اللي علاقتكم بيه نرجسية اه او علاقتكم بيه سامة شخص عندكم متعدد علاقات او متعدد اه حاجات سلبية وانتو زعلانين رقم خمسة ده مميز بالنسبة لكم اه رقم خمسة ده بتحسوا انه فيه زكرة بينكم اوت رقم مميز لكم رغم ان انتو ما بتخافوش من حاجة بس بتخافوا على اللي لكم قوي يعني انتو ما بتخافوش من اي حاجة بس افنين على نفسكم الفترة دي والبعض منكم عنده حيرة من امره حيرة من تفكيره حيرة من ضغوط اللي هو بيمر بيها الفترة اللي جاية دي هتكونوا مضغوطين مديا بس هيكون عندكم طاقة ايجابية وخلي بالكم ان انتو هتحصل لكم حاجة مفاجئة حاجة مفرحة بس هتكون مفاجئة طاقة مختلفة طاقة جديدة انتو هتقوموا من كسرة قلب في حياتكم يعني في حد عندكم قسر قلبكم هتقوموا وهتعفروا كمان انتو في شوية تفكير رهيب قبل النوم عندكم دايما بتحسوا ان انتو بتفكروا كتير جدا في شوية زعل بينكم وبين نفسكم شوية طاقة مزعلكم الفترة اللي جاية دي هتكون حلوة بس انتو بلاش تفكروا كتير جدا في كل حاجة انتو عشان نجموكم خفيف دايما معرضين للازم ودايما بتدخلوا صراع بين القلب والعقل وده بيتعبكم نفسيا فانتو مش محتاجين للضغوط اللي انتو فيها اطلعوا وكملوا كمان الدنيا هتبدأ تحلوة معاكم بس في حاجة انتو خايفين منها او جوه قلبكم الفترة دي شوية زعل اي نعم سكتين ما بتعجبوش ولا بتتكلموا بس في شوية زعل عندكم الحظ هيبدأ يكون من نصبكم بعد كام يوم وعشان كده من بعد ما الحظ هيكون من نصبكم هتاخدوا قرار حاسم ومن خلال القرار ده هقدر ابشركم بطاقة تانية جديدة او بطاقة مختلفة وهيبقى فيه امور تجديد عندكم انتو عايشين الحياة ببساطة جوه جوه قلبكم طيبة جوه قلبكم حب حنام بس انتو متدمرين صحيا بقالكم كام فترة كمان البعض منكم بيجدد ان هو يشتغل ويجدد على حياته ممكن البعض منكم انه بيعمل حاجة جديدة في حياته كمان انت قررت ان انت مفيش حاجة اسمها احس بالاكتاب ولا بحس بالطاقة السلبية خلاص عايزين تجددوا عايزين تشتغلوا عايزين تعافروا ليه علشان اللي انتو شفتوه في حياتكم مش قلية فهيبقى فيه فتحة نصيب عندكم بس انتو الفضول بتاعكم بيقتلكم لما بتكونوا عايزين تعرفوا حاجة فضولكم ده بتخليه كده بيعني حاجة غريبة جدا بالنسبة لكم فبس انتو برضو ما شاء الله عليكم مميزين جدا في جبر خاطر الشخص الاشخاص اللي حواليكم بتحبوا تكبروا بخاطر الناس اللي حواليكم جدا وما بتحبوش تشوفوا حد زعلان ورغم ان انتو متدمرين نفسيا بس مفوضين امركم لله وبتقولوا يا رب احنا مش محتاجين اي حاجة غير ان انت تكرمنا من حيث لا تحتسل اغلبكم هنا باغلبكم ساكت اليومين دول اغلبكم عنده رسالة جياله الرسالة دي هتكون مفاجأة ليه هتطفي النار اللي جواه او هتطفي الحاجة اللي هو تعبان فيها او في لقاء حلو مع قعدة جميلة مين الشخص اللي دايما بيسعى ان هو يعتزلك الفتر دي او عايز يعتزلك بقدر المستطاع عشان عرف قد ايه هو خسرك بس انت ملكش نفس ولا عايز حتى تفتح معا اي موضوع عندك استلام رسالة استلام وثيقة قلبك هيبدأ يعود النبضات ليه تاني وان شاء الله باذن الله يبقى فتحة خير ليك ويبقى فيه استقرار عاطفي بس خلي بالك من ان انت الاستقرار العاطفي ده يكون ليك انت سلبي خد حذرك بلاش تفاض عن اي حاجة جواهت للشريك بسرعة لا انت اهدى وهدى عصابه خالص وحاول تستقبل الفترة اللي جاية بهدوء تاما ببطاقة ايجابية علشان الضغوط اللي انت فيك مكافياك واظن ان انت حياتك تعبان فيها ان انت تأسسها او توصل للمرحلة اللي انت فيها دي والشخص اللي عايز يعتزلك ده انت هتاخد معاه خطوة ايجابية وهتتكلم معاه كده بشكل مختلف وهيبقى في عدالة عندك انت في حد هيقعب معاك او حد هيوكلك امر او هيديك حاجة وانت هتكون في عدالة عندك بازن الله الفترة اللي جاية والعدالة دي هتكون طاقة ايجابية اه كمان البعض منكم ناوي يعمل حاجة لله او ناوي يشغل وقته ناوي يشوف ايه اللي ناقصه يشتغل عليه الله اعلم بس انت عندك حاجات جديدة هتجددوها عندكم والحاجات دي هتكون فرحة لكم طهال انتظارها كمان الازمة اللي انت عمين تمر بيها دي خلاص هتخرجوا منها الفترة اللي جاية وهتكونوا مبسوطين جدا ليه مبسوطين علشان انتو هخدتوا خدتوا فترة من القلق والحيرة فقررتوا انه انت تجددوا طيب الفترة دي اه فيه هنا كشف ناس مقربين ليكم ومن ورا الكشف ده هتودعوا حزن وراكم وهترموا ورا ضهركم هتودعوا القلق والخوف والحيرة ده كله وهترموا وهتستمتعوا جدا بالخبر اللي هيوصل لكم من بعد ما طال انتظاره روحانياتكم عالية يعني من كتر ما روحانياتكم عالية الحاجة اللي بتحسوها بتحصل على طول من غير ترد او من غير تفكير او مجرد ما بتحسوا بالحاجة كده بتحصل ما شاء الله عليكم لدرجة ان انتو الناس بتسألكم فيه انتو عرفتوا الحاجة دي ازاي بتقولوا الحمامة العصفورة وصلت لنا لاخبار كمان مشكلتكم حاجة واحدة بس اي نعم انتو عندكم ميزان العدالة بس انتو لابسين وشين يعني بتظهروا دايما الوشي البريئ رغم ان انتو جواكم زعل بتظهروا دايما ان انتو كويسين ومبسوطين في حياتكم بس انتو جواكم حيرة وتوتر ودايما محسودين ودايما حسدينكم حتى على شكلكم بالفعل انتو محسودين على حاجات مش فيكم بس الحسد واخد جزء كبير جدا من حياتكم وانتو مسلمين وشطار جدا ان انتو تصحبوا الطاقة السلبية من اي حد بس ما بتعرفوش ان انتو تتوزعنا لنافسكم طاقة ايجابية اللي انتو فيكم ميكفيكم معدتوش مستحملين ضغوط من حد انتو خلاص قررت ان انتو تشوفوا مستقبلكم قررت ان انتو تنجحوا قررت ان انتو تعفوا قررت ان انتو تشوفوا ايه اللي نقسكم وتشتغلوا عليه فمازال انتو ده مضغوطين طيب ما طول ما انتوا مضغوطين انتوا حاسين بالحيرة حاسين بالضغوط حاسين بالطاقة اللي مدايقاكم فلازم تجددوا من اي حاجة في حياتكم التجديد مطلوب وزي ما قلت لكم ميزان العدالة ده موجود عندكم مازال موجود ومفتوح قدامكم وانتوا شغالين عليه شغالين عليه ليه علشان طاقة ايجابية وفرض كمان انتوا لازم الصداع اللي عندكم ده تعالجوا عشان الصداع ده سببه حسد شديد من الناس المقربة ولازم تحصين البيت وتحصين نفسكم اول باول انتوا شكوككم دايما بتكون في محلها ودايما الشك لما بتشكو في حاجة بتأكدوا ان انتوا صح خلاص شكوكم ده هو بسبب رئيسي في الكشف الحقيقة بتاعة اللي حواليكم بلاش الفترة دي تناموا على بطنكم او تقفوا قدام المراية كتير علشان التعب اللي انتوا فيه او النمسة العاشقة الفترة دي ما تبقاش مضغوطة عليكم في حاجات كتيرة جدا كمان انتوا بتحاولوا في حد بيحاول يرسم علاقة عليكم انتوا بتحاولوا تهربوا منها علشان خايفين ان الحد ده يكون زي اللي الناس اللي كانت في حياتكم اتمنى لكم السعادة والهنة والرزق والتفاعل ويا رب لو عجبتكم الكراء هتكون طاقة ايجابية لكم وما تدخلوش علي باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصالوا على الحبيب وربنا بإذن الله يؤثر أمركم الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة